السلام عليكم اليوم سأريكم الشوقاق السكن الاقتصادي طريقة تصميمهم في الداخل هنا دخل الدار فيها صالون صالون مغريبي باحدة لمسة عصرية وزوينة الدكور كيف يبدأ من هنا طريقة الصباغة والدكور والألوان نتناسقها مع بعضيتهم فالفاص فيها تلفازة حيث الدار تعودت لها كامل كل شيء هنا الدخلة للدار إلا دخلتي من الدار الباب مغلف بالكور على حساب حتى الصداع لا تسمع صداع الدروش صداع الناس لا تدخل من الدجاج وهنا فيها مراية نحاس في الدخلة شكل بحل الديزاين الفيلا أو شيء طريقة الجليج وطريقة الدكور كيف تحط وهنا في الكلوار 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 تدخل من الدار تدخل نيشان على صالون والكلوار الكلوار فيها ديكورات صغيرة بحركة الحيط فيها تصاور العائلة وهنا فيه واحد دوش صغير واحد طوالد صغيرة مرتبة جيدة حتى هي فيها دوش طوالد ما تشوفوا أنا الفواطي مكياج دوش هنا فيها الكوزينة كوزينة مكان شاكا في الساكن الاقتصادي كان فيها واحد الحيط هنا في الوسط ابخي ذلك الحيط تهرس بشبان الكوزينة كبيرة كان شاد الاسباس هنا ووقف هنا بين الحيط تل هنا وفيه الباب الباب اللون بخيدي الكوزينة كان انفص مع التلاجة وهذا كل حيط كامل التهرس وهنا فيه الكوزينة امريكا والدكور ماشاء الله والألوان تناسق مع بعضيتهم البيض مع الحمر هنا فيه انفص مع الكوزينة فيه واحد صالون صغير واحد صالون صغير ههو تهوى هذا الصالون هنا فيه الحيط فيه الحيط في وسط الصالون ديال البانكون من، كين فيه هناك انك تشوفها دجاج كان فيه واحد الرضاكو هنا كان واحد الحيط هنا فما بين هنى ثلاثان ما بين هاد البلاسة كان فيه واحد الحيط كبير وفي الدخلات واندخيله يكون هناك يكون واحد البنكو يتلع على بره يتلع على بره ودابهر سوء بشي يبان صالون كبير بشي يبان ضار مهوية ويبان ضار تهي مضوية بزاف ودعو له الجاج بحالها كما تشوفه سوف يبان صالون صغير وحتى الدكور ماشاء الله دكور زوين تلفازاتي يكون هناك نيشان كي يطلع على الكوزينة كل شي قريب كوزينة احدها تلكور تلفازات سوف نقوم بزافة البيت سوف نقوم بزافة سوف نقوم بزافة كما تشوفه سبحان الله العظيم يبان كاملين مغلفين بالكوير كاملين سوف نقوم بزافة البيت تعالي البيت تداري البيض لكي تكون كبيرا لكي تداري البيض لكي تكون صغيرا لكي تكون كبيرا تنعص بالبيض كامل زوينة الدكور التي تدار في الحيط في الصباغة تهياء مقية سوف نقوم بزافة هكذا تلفازة في الفوق نقوم بزافة نقوم بزافة و تصيبات في الجليج يكون جيدا بالدكور بالالوان بالصباغة تبالك الدار مسعة و تبالك الدار نقية تبالك بشيء فيلا صغيرة و ميني فيلا صغيرة فيلا صغيرة لا تشعر بأنها هي السكال الاقتصادي هذا الشيء الذي كان الحمد لله